بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة أهداف المنهج المدرسي العنصر الأول في منظومة المنهج نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولا تعريف الأهداف ثانيا مستويات الأهداف ثالثا مصادر اشتقاق الأهداف رابعا شروط صياغة الهدف التدريسي ثم نعرج بعد ذلك على تصنيفات الأهداف وتشمل المجال المعرفي المجال الوجداني أو الانفعالي المجال النفس حركي أو المهاري وأخيرا أهمية صياغة الأهداف التدريسية نبدأ أولا في تعريف الأهداف الهدف في اللغة كما جاء في المعاجم اللغوية هو كل شيء مرتفع وهدف إليه بمعنى دخل ومنه سمي الغرض هدفا أما تعريف الأهداف فكثيرة منها نذكر على سبيل المثال الأهداف هي تعبير وصفي لما ينبغي أن يفعله المتعلمة وأن يكون قادرا على فعله عند الانتهاء من عملية التعليم الأهداف هي السلوك أو النتاج النهائي القابل للملاحظة والذي يتوقع من المتعلم الوصول إليه أو بلوغه في نهاية فترة التعليم مستويات الأهداف أولا الأهداف التربوية وهي المقاصد أو الغايات طويلة الأمد ومن خصائص الأهداف التربوية أنها تتسم بالعمومية وتتحقق من خلال عملية تربوية كاملة اثنين الأهداف التعليمية وهي أقل عمومية وأكثر تخصيصا من الأهداف التربوية وترتبط بمقرر دراسي معين أو وحدة تدريسية محددة تتحول الأهداف فيها إلى عدد من نواتج التعلم المعرفية المهارية الوجدانية ثلاثة الأهداف التدريسية وتصاغ صياغة إجرائية تتسم بالدقة والتحديد وتقبل الملاحظة والقياس كما أنها ترتبط بالمعارف والمهارات المراد تعلمها من خلال درس أو حصة واحدة